مرحبا سأل اليوم معرض لكم وظيفة Blitz Report لنظام Oracle EBS Blitz Report متاح داخل قائمة التنقل في EBS ويمكنك أيضا الوصول إليه هنا من خلال عيقونة Excel هذه لذا يمكنك فتح شاشة Blitz Report وسيتم فتح التقرير اللي تم تشغيله مباشرة من قبل التشغيلة أضغط على زر التشغيل ويفتح ملف Excel ملف إن الـ Excel منسق مسبقا يحتوي على السطر الأول مثبتا وتم ضبط فلتر التصفية التلقائية بحيث يمكنك البدء في العمل مع البيانات على الفور يمكنك يساول النشام وآه باس التغطية الخاصة بك على سبيل المثال إذا كنت ترغب في رؤية أعمدة معينة فقط في التقرير يمكنك اختيار الأعمدة بهذا الشكل ويمكنك تغيير ترتيبها وفي المرة القادمة اللي تقوم فيها بتشغيل تقرير ويكون عندك فقط هذه الأعمدة اللي قمت باختيارها ويستمسك تويسن إدارة تصميمات إضافية سيساوب ثم تدوير على البيانات هنا على الجانبات الأيمن يعيش أنك تدوير للمبالغ حسب فئة المعاملة ونوع المعاملة ونجد جميع مبالغ المعاملات ثم عندها تشيس سايفون أريد إيلين أريد إيلين تشير محتوي ملف الإخراج على ورقة محورية إضافية في المصنف هنا توفل الآن لأنه عندنا تدوير البيانات وفي الورقة الأولى عندنا البيانات التفصيلية في ملفك إكسل هدك موس نوس يمكنك تطبيق تعديلات إضافية على سبيل المثال يمكنك إنشاء تنسيقاتك الخاصة باستخدام وظائف إكسل القياسية يمكنك استخدام أي وظيفة قياسية في إكسل على سبيل المثال رسم بياني دائري أو إدراج مقطع لجعله أكثر تفاعلية للعملة هذا سيكز ثم يمكنك استخدام أي وظيفة القالب يمكنك استخدام أي وظيفة القالب يمكنك استخدام أي وظيفة الترتيب أريد أن أعفضه أولي تحميله إلى بلتس ريبورت في قوم بلتس ريبورت بعد ذلك بتذكر ذلك التنسيق وإنشاء ملف الإخراج دائما بنفس النمط الآن تم تحميله إلى القالب ويمكننا تشغيله مرة أخرى خلينا نجد التقرير مرة أخرى لتاريخ مختلف لنقل عام 2009 آفينين بيشوفي الحالة الجارية وعند اكتمالها يفتح ملف للنتائج هذا كان الملف القديم والآن عندنا الملف الجديد وعسل بيانات الجديدة وعسل بيانات سن 2009 كان هذا مجرد مثال بسيط ولكن يمكن بالطبع تطبيق المزيد من التعديلات إذا كنت معتادا على إكسل فهناك الكثير من الوظائف التخطيطية لذا فعيد أني أقوم بتشغيل لوحة القيادة هذه مع شعار إنتجينيتكس كمثال ذلك يبدأ نحتوي سكوب تريس على سكرة من نموذج ويمكن نكلف سيكس إن إنشاء نماذج خاص به ويمكن نبركدها مع مستخدمين آخرين وما إلى ذلك لذلك مداد التخطيط أكثر تعقيدا أيضا في وراءة البيانات يملك تطبيق تعديلات معينة على التنسيق مثل تطبيق تمييز بالألوان ويملك أيضا الحصول على المجاميع الجزئية وما إلى ذلك وهنا لدينا أيضا تدوير إضافي على سبيل المثال التدوير حسب العميل والتدوير حسب مندوب المبيعات ربيس هذا في التقرير علينا أن نفترض أن نودى الآن رؤية التقرير فقط لأكبر العملاء هنا في الأعلام مثل سمارت باي وما إلى ذلك ثم يمكننا نسيق قائمة بأسماء العملاء لينيقل من هنا وعند ذلك يمكننا استخدام فادي للقيم اللي سيما نسخناها من إكسل كقيود للمعلمات للتقرير وبالتالي أون كانت سعى يمكننا ببساطة النسيق واللصيق من إكسل بهذه الطريقة وفتح ملف النتيجة من الرصاص ويتفيكس يعمل بالضيط العملاء الأكبر بس باستخدام هذا التصميم هو في النماذج تصميم بشأن يصنعي متساوشه مع النماذج القياسية في أوراكل تاكم كاكستان على سبيل المثال روض تقارير بليتس بالنماذج القياسية في أوراكل وهي من التكاملات الأكثر شيوعا هو الدخول من المجلات إلى تفاصيل المعاملات الفرعية لذلك رفنا نفترض أن نعيش نود أن شو دفتر الحسابات الأدائنة نود أن ننصنشوات المعاملات في الدفتر الفرعي على سبيل المثال لهذا الدفتر بمبلغ 9.5 مليون يمكننا نقرأ على إيقونة إكسل هذه ثم نكتر التقرير اللي نوده تشغيله في دير سكوالي سترير تحليل إيس الحساب وتقرير بليتس يأخذان قيمة المعاملات للدفعة واسم اليومية مباشرة من شاشة أوراكل بحيث يمكنك أن تشغيل جشة ترير للسجل اللي فتحته حاليا على شاشة أوراكل وعندنا تسلسل هرمي جميل يظهر المبالغ في تسلسل الحسابات الهرمي وعلى الورقة الأولى عندنا التفاصيل هنا عندنا جميع البيانات القادمة من السجل العام أولا على سبيل المثال قطع الحساب في مخطط الحسابات الخاص بك تماشي المبالغ وبعد ذلك عندنا الميزتي منسيو البيانات القادمة من جدول الأستاذ المساعد لذلك أبعد إلى اليمين هنا على سبيل المثال لدينا رقم للفاتورة ونصف الفاتورة لأن تواريخ الفواتير وطرق للدفع وأبعد قليلا على اليمين لدينا أيضا رقم المورد وأسماء الموردين هذا هو نوع امتص التقسيمات التي يمكن إضافتها إلى أي نموذج قياسي في أوراكل الأداة تأتي مع حوالي 500 تقرير حاليا من مختلف مجالات أوراكل والسويت والدنا أيضا تكامل مع العديد من شاشات أوراكل القياسية مثل هذه بس كما نطري متخصى لإنشاء تقارير خاصة بك بناء على استعلام SQL لذلك كمطور عندك زر أعداد ومن هنا يمكنك رؤية شاشة الأعداد وهناك اسم التقرير واستعلام SQL وتعريف المعلمات والإنشاء التقرير جديد ما عليك سوى إدخال اسم التقرير لنقول اختبار AP ثم يمكنك إدخال استعلام SQL سم دي ميك تغيس على الاستعلام وسيقوم بإنشاء ملف Excel مثل الثلاث وده الانترو وناتش الاستعلام من الموردين في نظام الدائنين لذا فإنه سريع جدا في توليد تقارير جديدة بناء على استعلامات SQL وهو أحد الفوائد للمطورين سمادي ذكرنا إلى جانب كل هذه العمليات المتعلقة بالتقارير عندنا أيضا وظيفة تحميل عادة إذا كنت شوف في تعديل البيانات في نظام EBS بدلا من استخدام WebADI ممكنك استخدام Blitz Report عندنا عدة كائنات للتحميل على سبيل المثال تحميل طلب الشراء تمتنا كوانستير ما يسرف في فعله دلاش كنت تريد إنشاء سجلات جديدة أو إذا كنت تريد إنشاء أو استحديث يبعد ديك هاشماني سيختار فلان إن اخترت الإنشاء أو التحديث يمكنك تعديد نطاق التواريخ للطلبات الحالية اللي نرغب في تعديلها من سوم بيوتشيل هذه العملية التحميلية وهي تولد ملف Excel يحتوي الآن على تمييز بالألوان الأعمدة الرمادية للقراءة فقط الأعمدة الصفراء مطلوبة إذا كنا نريد إنشاء سجلات جديدة والأعمدة البيضاء يمكننا تحديثها على سبيل المثال يمكننا الآن القول بأننا نرغب في تحديث الوصف الرئيسي إلى قيمة مختلفة بما أنه Excel يمكننا القيام بذلك لأكثر من سجل في نفس الوقت يمكننا أيضا إنشاء سجلات جديدة الأسرع لهذا الاختبار هو فقط نسخ ولسق السطور الموجودة ولسقها هنا ولكن يمكننا أيضا القيام بذلك يدويا إنشاء السجلات بإدخال البيانات بهذه الطريقة عندنا هنا قائمة بالقيم للأعمدة المختلفة ونوفر نفس الوظيفة أو نفس التحقق اللي يمكنك الحصول عليه على شاشة واجهة المستخدم القياسية لأوراكل فمن اللي نحتاجه أيضا نحتاج على سبيل المثال عنصر مخزون إذن هنا على سبيل شاحنة فورد ثم ناخذ واحدة فقط والتاريخ المطلوب سيكون الأول من شهر يناير عام 2024 مثلا أو أنه ليس بتاريخ صحيح الأول من يناير 2024 يجب أن يكون أفضل وما سوضع فصل السلسانة السلسانة سيعمل بشكل أفضل سكيدة نانشي إذن سبيلوس لإدخاله للبيانات وفيها كده يجب أن يحفظها وبعد ذلك نقوم برفع الملف بالكامل إلى الخادم بادي الطريقة ما يتم معالجته على الخادم حيث يجري استدعاء واجهة البرمجة أو تشغيل الواجهة المفتوحة العمليات ويدير عملية الواجهة المفتوحة ولأنها تعالج كل شيء بشكل مجمع على الخادم فإنها أسرع بكثير من ويب ADI أو الأدوات الأخرى والآن نوافعنا نتيجة سعى التحديث والإنشاء لأنك فشلت عمليات الإنشاء كما نرى هنا حيث تظهر رسائل الخطأ ولكن التحديثات نجحت والآن يمكننا على سبيل المثال تصحيح رسائل الخطأ هذه هنا في إكسل ثم رفع الملف مرة أخرى إذن كانت هذه مقدمة سريعة عن بلتس ريبورت وهناك العديد والعديد من المميزات الأخرى مثل بديل مولد البيانات المالية أو مركز سلسلة التوريد المخصص بشكل خاص لعملاء التصنيع يرجى التواصل معنا إذا كنتم ترغبون في رؤية المزيد شكرا على المشاهدة